والمغبون كما قال ابن مسعود رضي الله عنه المغبون من غلبت أحده عشراته الحسنات عند الله تبارك وتضاعف إلى عشر حسنات بينما السيئة فلا يجزى إلا مثلها ثم بعد ذلك هذا الإنسان يأتي وتغلب سيئاته حسناته هذا مغبون هذا غير موفق أبدا الموفق هو الذي تغلب حسناته سيئاته والآن رمضان فرصة والفرصة كما قال أهل العلم تفوت ولا تعود لا تعود الرمضان الذي مضى لم يعد أبدا هذا نحن اليوم في رمضان وفي رمضان قادم لكن هل نكون نحن موجودين الله أعلم كلكم تعرفون يقينا كلكم تعرفون أناسا أدركوا رمضان الماضي لم يدركوا رمضان هذا فالعاقل هو الذي يعني يعمل لما بعد الموت لأن هذه الحياة سريعة وستنقضي بسرعة الآن الذين ماتوا انقضت حياتهم الآن بدأ حسابهم نحن الآن في فرصة في زمن فالعاقل هو الذي يحسبه حساب الصح ترجمة نانسي قنقر